بسم الله والصلاة والسلام على رسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهشري سنواصل شرح مقرر كيميو عضوية واحد وسنمر إذن إلى الجزء الثاني من المحور الأول حيث سنقوم بشرح قاعدة الثمانيات لنبين عدد روابط كل عنصر داخل المركب العنفي يبحث العنصر من خلال ارتباطه بعناصر أخرى عن الاستقرار هذا هو مبدأ يعني ارتباط العناصر بالعناصر أخر هو البحث عن الاستقرار وذلك ليصبح لديه تركيب إلكتروني مشابه لألغاس النبيل والمتمثل في ثماني إلكترونات في مدار التكاف أخذنا هنا جزء من الجدول الدوري المتمثل هنا في الثلاثة الأدوار الأولى حيث تتمركز أهم العناصر المكونة للمركب العضري لو دققنا في الجدول الدوري وفي العنصر الخاص هنا بالغاز النبيل النيون وكذلك الغاز النبيل للأرغون في الدور الثاني وفي الدور الثالث نلاحظ هنا بالنسبة لغاز النيون في مدار التكاف يحتوي على ثماني إلكترونات في مدار التكاف كذلك الأمر بالنسبة للأرغون نلاحظ كذلك في مدار التكاف توجد ثماني إلكترونات العناصر الموجودة في نفس العمود في الجانب الأيمن بالنسبة للدور الثاني تقوم هذه العناصر بالارتباط بعناصر أخرى لتصبح لديها تركيب إلكتروني في المدار التكاف مشابه لغاز النيون بحيث يصبح لديها ثماني إلكترونات فمثلا لو حسبنا هنا بالنسبة للفلور نجد سبعة إلكترونات ينقصه إلكترون ليصبح لديه ثماني إلكترونات وهذا الإلكترون سيتأتى من خلال الارتباط بعناصر أخرى كذلك الأمر بالنسبة للأكسيجين هنا نلاحظ يوجد لديه ستة إلكترونات في مدار التكافؤ إذن يجب أن يرتبط بعناصر أخرى ليصبح لديها ثماني إلكترونات مثل ما هو الأمر بالنسبة لغاز النيون نفس الأمر باسمه النيتروجين وكذلك الكاربون وكذلك الأمر بالنسبة للعناصر الموجودة في الدور الثالث في هذه العناصر إذن ترتبط كذلك بعناصر أخرى لتصبح لديها ثماني إلكترونات في مدار التكافؤ وتركيب إلكتروني مشابه للغاز النبيل الأرغون لشرح كيفية قيام هذه العناصر بالارتباط بعناصر أخرى سنأخذ مثال عنصر الكاربون لأنه بطبع الحال هو الأساسي في المراكب العضوي لذلك اخترنا الكاربون لشرح كيفية قيام هذه العناصر بالارتباط بعناصر أخرى التركيب الإلكتروني لمدار التكافأ لعنصر الكاربون يتمثل في وجود إلكترونين في مدار 2S ووجود إلكترونين في مدار 2P بالنسبة ل2P كما تلاحظون هناك إلكترون في مدار 2PSX وإلكترون كذلك في مدار 2PY وصفر إلكترون في مدار 2PZ يجدر الإشارة هنا لقيام رابط بين عنصرين يقوم كل ذرة باشتراك بإلكترون منفردة في المدار هنا مدار مثلاً لعنصر A وهنا مدار لعنصر D الاشتراك كل منهما بإلكترون تؤدي إلى الدمج بين المدارين وتكوين مدار جزائي هذا المدار الجزائي يتكون كما تلاحظون من إلكترونين من إلكترونين كذلك الأمر بالنسبة لعنصر الكاربون إذن الكاربون ليصبح لديه هنا أربع إلكترونات ماذا سيفعل إذن؟ يقوم بإعادة ترتيب الإلكترونات بحيث الإلكترون الموجود في مدار S ينتقل إلى المدار 2PZ ليصبح لديه أربع إلكترونات منفردة كما تلاحظون هنا وكما تلاحظون في الشكل هنا ثم فيما بعد إذن يتم دمج بين هذه المدارات التي تحتوي كل منهما على إلكترون منفردة تندمج إذن مع المدار مثلا عنصر آخر مثلا هنا عنصر الهيدروجين حيث يحتوي عنصر الهيدروجين على إلكترون منفردة في المدار 1S ثم فيما بعد إذن يتم تكوين هذه المدارات الجزائية هذه المدارات الجزائية المتكونة كل منها بإلكترونين كما هو الأمر بالنسبة للرابطة فنلاحظ إذن هنا في نهاية الأمر تكوين مركب CH4 حيث تلاحظون في هذه الروابط وجود إذن مجموع ثماني إلكترونات كما هو الأمر إذن بالنسبة لقاعدة الثمانيات إذن لو طبقنا هذا الأمر كذلك على العناصر الأخرى الموجودة في الجدوى الأمامنا هنا سنستنتج في نهاية الأمر أن النيتروجين يقوم بثلاثة روابط الأكسجين برابطين الفلور والكلور والبروم برابطة واحدة الكبريت برابطين والفوسفور بثلاثة روابط